وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 538 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 384 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تمضبط 162 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأعلى من السعر الرسمي للأرز الأبيض تمضبط 176 طن أما في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغدائية تمضبط 6 أطنان وفي مجالي الحجب والبيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء تمضبط 40 طن أسمنت أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 367 قضية من بينها 119 قضية خبز ناقص الوزن و127 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغت 62 طن